اهلا سهلا فيكم جديد مشاهدينا إلى هذه المحطة قرر مجلس قابة الأطباء تعليق الدوام في دوائر الرعاية الصحية الأولية والعيادات الحكومية كافة وذلك بعد اعتقال طبيب بشكل يخالف كل البروتوكولات والتفاهمات الموقعة مع النيابة العامة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن هذه الاشكالية مع نقيب الأطباء الدكتور نظام نجيب ضيفنا من داخل السوديو سعيد صباحا دكتور صباحا خير سيد ألا وصباحا خير المشاهدين الكرام أهلا وسهلا فيك بداية ضحنا في صورة ما جرى لكل الناس اللي لم تسمع بهذه الحادثة كيف تم اعتقال الطبيب طبعا نتيجة لما قيل أنه خطأ طبي من قبل النيابة العامة طبعا الاعتقال كان من قبل النيابة العامة نعم في الواقع أنه يعني في قسم غسيل الكلا هناك أمراء هناك مرضى ليتعرضون لغسيل الكلا كعلاج إحدى العلاجات صار هناك في وفاة بغض النظر عن ملابسات هذه الوفاة نحن نترحم ونعزي أهل الفقيدة بوفاة السيدة وهي أخت عزيزة علينا كلنا طبعا فبالتالي صار في هناك نوع من التخريب للممتلكات المستشفى الاعتداء في الداخل أروقة المستشفى كانت وجود أجهزة الأمن مشكورين أهل المتوفاة هم اللي كانوا يحاولوا أن يهدوا أوضاع بعض الشباب اللي كانوا مندفعين في هذاك الوقت يعني في النهاية تم تهدئة الوضع في داخل المستشفى ولكن هذا ظهرا ولكن في الساعة الحادي عشر ليلا تم استدعاء الطبيب حالا إلى النيابة بواسطة الشرطة أنه يجب أن يسلم حاله وكانت نصيحة النقابة عندما اتصل الطبيب بالنقابة أنه ضرورة عدم تسليم نفسه وإرجاءها لليوم التالي نظرا لأنه هناك في عندنا بروتوكول وموقع وتفاهمات موقع ما بين نقابة الأطباء وبين النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام الذي نجله ونحترمه بالتأكيد يعني ما حدث أنه لما الطبيب راح للنيابة العامة تم احتجازه رغم أنه كان في مندوبين النقابة متواجدين مع الطبيب إلا أنه رفضوا أنه إطلاق صراحه وتم اعتقاله منذ تلك اللحظة في اليوم التالي حاولنا الاتصال بالجهات الرسمية اتصلت مع عطوفة النائب العام اتصلت مع معالي وزير الصحة وهم أصدقاء لي يعني في النهاية احنا بدنا نحل الإشكال لأنه نحن نعرف أنه وضعنا بحاجة إلى استقرار وليس بحاجة إلى مشاكل وذكرنا بموضوع التفاهمات ذكرناهم بموضوع التفاهمات أنه لا يجوز حسب التفاهمات لا يصار إلى اعتقال الطبيب قبل إدانته من لجنة طبية وبالتالي ما حدث أنه تم تحويل الطبيب إلى المحكمة فورا ومن ثم تم تمديد اعتقاله 15 يوم على ذمة النيابة طبعا في النهاية الطبيب تعرض إلى أزمة صحية أزمة قلبية وفعلا أدخل المستشفى وكنا كثير حطين إيدينا عقلوبنا أنه يصير في صحته شيء لأنه سيتحملون مسؤولية حياة الطبيب الذي تعرض لهذه الأزمة القلبية وتعرض بالأمس أجريت له عملية القسطرة بالأمس بالتالي يعني إحنا كأسر عندنا مطلب يعني إحنا مباشرة لما شفنا أنه فيه هناك ومندوب النقابة ورئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في بيت لحم ومقرر اللجنة الفرعية أوضحوا للنيابة وكيل النيابة وللقضاء في المحكمة أنه هناك تفاهمات وقالوا هذه التفاهمات لا تعنينا لا تعنينا ولا تمنع من محاكمة الطبيب فبالتالي اضطررنا إلى تعليق الدوام إذن كل هذه الإجراءات أو الخطوات لم تكن قانونية وكانت يعني بخلاص ما تم الاتفاق عليه من هذه التفاهمات والبروتوكراس دكتور ما هو الإجراء اللي هو كان مفترض أن يكون يعني إذا ما كان هناك حديث عن خطأ طبي نعم وإحنا نحكي أنه فيه إشكالية في اعتقال الطبيب مباشرة إذن ما هي الخطوات التي يجب أن تسبق كل ما جرى بالتأكيد مباشرة وزارة الصحة مشكورة ومعايا الوزير شكل لجنة التحقيق فورية ولجنة التحقيق ذهبت في الصباح الباكر إلى بيت لحم للتحقيق في وفاة السيدة المرحومة في داخل المستشفى وللأسف وقعوا في خطأ أيضا اللجنة أنه حققوا مع الطبيب وهذا شيء منافي إلنا كنقابة حققوا مع الطبيب في النيابة ولا يجوز التحقيق مع الطبيب في النيابة العامة فبالتالي خرجت هذه اللجنة بتبرئة الطبيب وأنه لا يوجد هناك احتمالية حدوث خطأ طبي لكن نتائج هذه اللجنة تم الاعتراض عليها تم الاعتراض عليها وطلب النائب العام أيضا لجنة تحقيق أخرى وهذا هو اختراق آخر نعتبره واستهجلنا أن يكون هناك طلب آخر للجنة التحقيق أخرى لأنه نحن نثق بكفاءة ونزاهة أطباءنا في اللجنة الطبية الأولى فبالتالي إذا كانت قرارات اللجنة لا تعجب البعض فلا يعني هذا أن يصار إلى تشكيل لجنة طبية للتحقيق مرة ثانية وخرجت نتائج اللجنة بالأمس ظهرا حسب ما سمعت من وسائل الأخبار أنه صار هناك لا يوجد هناك أي احتمالية لوجود خطأ طبي وتم الإعلان على لسان عطوفة النائب العام في وسائل الإعلام عن هذا الشيء طبعا تبرئة الطبيب هذه لا تكفي الطبيب هو عبارة عن سمعة فبالتالي أنتم أضريتم صار ألحق ضرر كبير بسمعة الطبيب وبسمعة الطب والأطباء في الوطن وليس الطبيب وحده هو المعرض للاعتقال وليس الطبيب نفسه هو الذي تم اعتقاله هو فقط الوحيد الذي تم اعتقاله هناك حالات سابقة حدثت وهناك حالات قادمة ستحدث وعندما يتم تبرئة الطبيب ماذا سنفعل؟ من سيرد هذا الاعتبار؟ من سيعتذر للطبيب، للأطباء، للمجتمع الطبي عن ما جرى؟ فبالتالي نحن كان قرارنا أن تعليق الدوام في كافة مرافق وزارة الصحة حتى يتم إقرار قانون يمنع اعتقال الطبيب إلا بعد صدور قرار قضائي قاطع مبني على لجنة أو لجان طبية فنية متخصصة في هذا المجال نعم، دكتور، هذه مهمة جداً، هي واحدة من المطالبات التي طالبت فيها النقابة لكن في سياق ذاته أو على الجانب الآخر هناك نظراً للإشكاليات التي حدثت والخلافات والمشاكل والاعتداء ربما الذي جرى على المستشفى وتواقم الأطباء البعض قال أنه اعتقال الطبيب قد يكون لحمايته من أي اعتداء من قبل طبعاً أهالي الضحية أو المتوفى نعم، سمعت هذا التبرير أيضاً وقلت أنه الإجابة على هذا التبرير عندما يأتي أحد الأشخاص ليهددني بالقتل لا يجوز أن تعتقلني وتزج بي بالسجن تحطني في غرفة مع مخدرات ومجرمين وتخلي اللي هددني في طليق الأسس القانونية تتحدث أنه اللي بيهدد بتحطه في السجن تعتقله أما تعتقل المهدد فهذا الشيء مستغرب أنه يكون فيه هناك تبرير من هذا القبيل دكتور كم يوم حتى الآن هناك يستمر هذا التعليق وما هي الخطة المقبلة؟ نحن الآن الكرة في ملعب المسؤولين ونحن أعلنها بأن هذا التعليق مستمر بدأ من أول أمس ظهراً من أول أمس ظهراً عندما فشلت كل محاولاتنا لتهدئة الأوضاع ولإطلاق صراح الطبيب انتظار أو صدرت تقارير اللجنة الطبية الأولى بالتبرئة ورغم ذلك كان هناك إصرار على اعتقال الطبيب نحن شعرنا كأطباء أن هناك شيئاً ما ربما كيدي ثأري لا نستطيع لا نعرف ما هو يعني كل الأمور تدل أن هناك فيه تبرئة فلماذا الاعتقال والإصرار على الاعتقال والإصرار على تمديد الاعتقال لمدة 15 يوم كان هذا الشيء مستهجاً مننا جميعاً كأطباء ونحن كأطباء يعني في ظل نقابة الأطباء وهي الحامية والرافعة للأطباء وللطب في فلسطين نحن علينا واجب حماية الطبيب من أن يتعرض إلى أي مسئولية من ناحية الأخطاء الطبية إذا كان هناك ثبت أي خطأ طبي من قبل لجان طبية فنية متخصصة فنحن مع القضاء وعندما يحكم القضاء نحن سنلتزم بقرارات القضاء وأحنا ثقتنا كبيرة بقضاءنا الفلسطيني ولا يمكن لأنه بلدنا بدون قضاء لا يمكن أنها تمشي وبدون قانون وأيضاً بلدنا بدون صحة وبدون تعليم لا يمكن أنها تستمر وتمشي فإحنا عارفين أنه في هناك مصلحة عامة وضعنا في نصب عيننا اللي هي مصلحة مرضانة أن هذا التعليق عن الدوام لا يشمل حالات الطارئة لا يشمل مرضى السرطان وأمراض الدم وكذلك لا يشمل غسيل الكلا باستثناء مستشفى بيتجالة نظراً لأن الطبيب المسؤول عن القسم أصبح في المعتقل ولا يوجد طبيب مكانه طبعاً وحالات الولادة أيضاً سواء العمليات القيصرية المبرمجة أو غير المبرمجة فإحنا تركين مجال لأبناء شعبنا أنه ما إحنا اللي ممكن مثلاً يحكي أنه أنتوا وقفتوا العلاج عن أبناء شعبنا لا إحنا ما وقفنا العلاج إحنا بس نرفع الصوت عالياً أمام المسؤولين من كلهم أنه أنا الأوان بعد تبرئة الطبيب بعد تبرئة الطبيب من لجنتين طبيتين ونحن نعترض على اللجنة الطبية الثانية لأنه اللجنة الطبية الأولى كانت كافية للاعتماد على نتائجها ولا يجوز أن نعتمد على اللجان لأنه تصبح هناك سابقة سابقة في رفض اللجان الطبية وهذا الشيء خطير أيضاً فبالتالي نحن مصرين على موقفنا التعليق مستمر حتى يصدر قرار بمنع اعتقال الأطباء بشبهة الخطأ الطبي إلا بعد صدور قرار قضائي قاطع طيب إذن دكتور هل كان هناك أي تجاوب أيردد فعل أولية على هذا الإضراب على تعليق الدوام منذ أول أمس؟ يعني هناك التفاف من الأطباء جميعاً ومن الوسط الطبي ومن النقابات الأخرى أيضاً يعني جميع النقابات تقف إلى جانب نقابة الأطباء في مطلبها لأنه إحنا كفريق طبي نعمل ليس الطبيب واحده الطبيب الممرض المختبر فني الأشعة كل المجتمع والفريق الطبي كله معرض لأن يواجه هذه الإشكالية نعم لأنا أقصد بالجانب الآخر يعني من الجهات الرسمية يعني من النيابة العامة أو من الجهة المطالبة بالاتفاق على البروتوكول يعني ما هو الالتزام بهذا البروتوكول اللي هو منع اعتقال الأطباء نتيجة للإدعاء بخطأ طبي نحن هنا البروتوكول والمواثيق اللي وقعناها مع أطوفة النائب العام رأينا ماذا حصل بها تم ضربها بعرض الحائط فبالتالي نحن بحاجة إلى قانون كي يكون ضمانة نحن نريد ضمانة لعدم اعتقال الأطباء بدون قرار قضائي قاطع ولا يمكن أن نستمر بالعمل لأنه في كل ساعة الطبيب معرض لأن يقع في شبهة الخطأ الطبي هذا كان مطلب النقابة هل كان هناك أي تجاوب أي رد فعل أي محاولة التواصل من أجل الاتفاق على إيجاد هذا القانون لحماية الطباء من الاعتقال؟ يبدو أن الأبواب موصدة حتى الآن لم نسمع مبادرات حتى الآن لم نسمع أي مبادرة نحن المبادرة التي ننتظرها حول هذا القرار الذي ننتظره ولم يكون هناك أي حديث خارج إطار هذا القرار نعم دكتور بالنسبة للتعليق الدوام الحديث عن دوائر الرعاية الصحية وأيضا العيادات الحكومية لكن في كل المناطق والمستشفيات إذن كمان كل الناس التي تتوجه للمستشفيات هي في كل المناطق مختلف المناطق في الضفة الغربية صحيح؟ جميع مراكز ومرافق وزارة الصحة في الضفة الغربية حتى الدوائر الإدارية طيب طمنا كمان على صحة الطبيب يعني بعد ما تعرض له من اعتقال وبعد الأزمة القلبية وأجريت له عملية قسطرة أيضا نعم أنا في تواصل مع الأطباء المشرفين على صحة الزميل الدكتور سمير وصحته الآن يعني بيحكوا لي أنه القسطرة العطل طبيعية لكن ممكن من كثرة الضغط النفسي الذي تعرض له وهو ضغط نفسي رهيب يعني يتعرض له طبيب ينقذ حياة الناس ويعتقل لأنه كان يحاول أن ينقذ حياة الناس هناك حادثة أخرى أيضا حاولنا الإطمئنان وعن طبيب آخر تعرض للاعتداء من قبل الأجهزة الأمنية عندما اعتدوا على التواقم الطبية التي الذين ذهبوا إلى أمام المحكمة والنيابة كي يحتجوا على اعتقال الزميل فتم التعرض لهم والاعتداء عليهم وبالأمس تم خروج زميلنا الدكتور ماهر من المستشفى بعد تعرضه للاعتداء فهذه تجاوز آخر أيضا أنه يتم التعرض والاعتداء على الأطباء حتى من الأجهزة الأمنية وهذا شيء مستغرب ومستهجن هذه كمان نقطة مهمة دكتور الحديث عن احترام مكان الطبيب واحترام عمل الأطباء وفي ذات الوقت وضع القانون هو الذي يقرر في الوقت الذي يجب أن يكون هناك حماية مؤمنة للأطباء في المستشفيات وعدم حتى التعدي سواء كما ذكرت من قبل أجهزة الأمنية وأيضا من قبل أهالي أهالي المتوفى أنه ما يعتدوا على الطبيب أو على طواقم المستشفى أو يكون فيها عمليات انتقامية ربما تجاه أي من الكوادل الأطبية نعم ولا تستغربي نتيجة لكل هذه الأحداث التي تحدث لأنه في النهاية الأطباء هم بشر وبالنهاية سيكون لهم ردة فعل وردة فعل الأطباء حدثت في الماضي وستحدث من الآن فصاعدا هو الهروب من معالجة أي حال طارئة أو أي حال خطيرة لأنه في النهاية سيتهم إذا صارت وفاة سيتهم بأنه هناك في شبهة بخطأ طبي ويتم اعتقاله في النهاية في العمية بقول لك من أخذ راتبه ولا ليش أنا أوجع راسي أنقذ حياة الناس فبالتالي نحن بهذه الأساليب بهذه الأساليب بنعمل ردة فعل عند الأطباء إنهم يتقاعسوا أو يعني يبعدوا عن القيام بواجباتهم الإنسانية والمهنية تجاه أبناء شعبهم في الأوقات الحرجة نعم ولهذا السبب نحن ننادي في بيئة آمنة للأطباء في عملهم في داخل المرافق الصحية سواء في القطاع العام في الأهل في الخاص ويجب حمايتهم أثناء أداء واجباتهم وعملهم الطبي نعم دكتور على هذا الموضوع تحديدا خطأ الطبي ويمكن في هذه الحادثة أو فيما جرى تحديدا أقرت اللجنة الطبية أو اللجنة التحقيق بأنه لا يوجد خطأ طبي يقع على الطبي لكن في بعض الحالات أيضا سابقا ربما اللي كان نتيجة إهمال الخطأ الطبيب بشري هو قد يكون وارد يعني ليس في فلسطين فقط وإنما في كل العالم يعني البشر خطأون لكن لما يكون فيه شبه فيما يتعلق بإهمال تقصير من قبل الطبيب كيف يتم التعامل مع الطبيب سواء من قبل النقابة وغيرها من أجراءات قانونية؟ نعم في حال ورود أي شكوى لنقابة الأطباء ونقابة الأطباء مختصة في الكطاع الخاص والكطاع الأهلي بينما الشكاوي اللي بتكون في الكطاع العام هي شكاوي توجه إلى وزارة الصحة فيما إذا كان الشكوى في الكطاع العام أو في الكطاع الخاص أو الأهلي تتوجه الشكوى لنقابة الأطباء بتتم تشكيل لجنة طبية والتحقيق في الموضوع وتبيان إذا كان فيما إذا كان هناك خطأ طبي إهمال تقصير ونحن في نقابة الأطباء ولجنة طبية أدانت في بعض الحالات أطباء وتم تسليم الأهل تقرير طبي بإدانة الطبيب بوجود خطأ طبي أو إهمال أو تقصير وهناك أيضا بعد أن يأخذ الطبيب عقوبته في القانونية في القضاء ثم عندما ينهي العقوبة ثم تتم معقبته نقابيا في نقابة الأطباء ووصلت عقوبات نقابة الأطباء إلى حد سحب مزاولة المهنة من بعض الأطباء وهناك حالات من سحب مزاولة المهنة ما زالوا يحاولوا إرجاع مزاولة المهنة لهم لكن نتيجة خروجهم عن المسلكيات الطبية لا يمكن أن تعود مزاولة المهنة لهم ويعتبر عملهم في حال عدم وجود مزاولة مهنة يعتبر عملهم غير مشروع ولا يحق لهم العمل في داخل الوطن نعم إذا هذا رد على كل من يقول أنه كمان الواقع الطبي أو الصحي في فلسطين مترهل لكن كمان هناك فيه تحديات وعقبات يواجهها الأطباء في عملهم ربما نقص الإمكانات نقص الكوادر والتي يمكن هل بالفعل تزيد من نسبة هذا الخطأ الطبي؟ يعني خلينا نحكي مقارنة بدول العالم أو دول القريبة بالتأكيد يعني إحنا عدد الأطباء لحد الآن قليل نسبة لعدد السكان يصل إلى واحد وثلاثة في العشرة أو ممكن يزيد شوي لكن النسب العالمية أو النسب في الدول المجاورة هي ثنين وسبعة في العشرة لكل ألف نسمية وفي دول بتوصل لحد ثلاثة في المية فبالتالي نحن بحاجة إلى أطباء كثير من أطباءنا صاروا يعزفوا عن العمل في داخل الوطن ويفضلوا الهجرة إلى الخارج وأنا بحكي وبفتخر أن أطباءنا في الخارج مطلوبون جدا الأطباء الفلسطينيين سواء في دول الخليج سواء في دول أوروبية أو في أمريكا مطلوبين للعمل هناك فبالتالي كان الأولى أن يتم توفير بيئة عمل ملائمة لهم داخل وطنهم كي يخدموا أبناء شعبهم أفضل من أن يهاجروا للخارج لخدمة أبناء العالم الآخر ونحن بحاجة لهم ولخبراتهم بالفعل للأسف دكتور أخيرا إذا بتحب تضيف أي شيء أو رسالة أخيرة بتحويت توجهها في الختام أنا بحب أوجه رسالة لزملاء الأطباء بحييهم على وقفتهم المتماسكة وكلهم نقابة أطباء كلهم نقابة كلهم يد بواحدة كالصخر أنا بدي يهم هيك يكونوا متعددين متكاثفين من أجل مصلحة الأطباء ومن أجل مصلحة المواطن الفلسطيني من أجل مصلحة المنظومة الصحية وهم الحريصين والأكثر حرصا عليها لهذا أنا بحييهم على هذا الوقف وبكلهم استمروا في هذا التعليق عن الدوام حتى يتم استصدار قرار لحمايتكم من أي اعتقال قبل صدور قرار قضاء قاطع بفعل نتمنى أن يكون هناك تجاوب وامتثار لمثل هذه المطالبات من قبل نقابة الأطباء وأكيد نتمنى أن تنتهي الأزمة في القريب العجر كل شكرا لوجودك معنا دكتور شكرا لكم أهلا وسهلا برجاء وننتقل إلى فقرة لصحتك والحديث عن فوائد الموسيقى موسيقى 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 موسيقى